دشنا مدير عام مديرية سيئون محمد العامري مشروع الحماية لتقديم التماسك الاجتماعي للمجتمع اليمني الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنماعي بشراكة مع مؤسسة إنجاز للتمية وبتمويل من مركز الملك سلماء للغاثة والأعمال الإنسانية يهدف المشروع الذي يستمر لمدة عامل المساهمة في تعزيز القدرة على الصمود والتماسك الاجتماعي للمجتمعات المستهدفة والمتضررة من الأزمة في بلادنا من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتعزيز مبادرات بناء السلام حيث يستهدف 1114 مستفيدا بطريقة مباشرة وثمانمائة ألف مستفيد بطريقة غير مباشرة في ست مديريات بمحافظة حضر موت وعدا ولهج